لم تكتمل فرحة عائلة عزدين بختان ابنها إبراهيم الذي لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره لينتقل إلى مثواه الأخير بعد أن لفظ أنفاسه إثر سقوطه من سطح عمارة متكون من 12 طبقاً بحيث من ياماي بالأبيار ما لا باليش أنا كنت نشرف الحوايج ما بيتخطل صردبا وليتخرجت نحوز نسمع أحما صيب والو عزدين والد وطفل أكد أن إهمال السلطات المحلية أوصلتهم إلى هذا الوضع تقول ماش تهمش قاعب اللي جاو هذا المير هذا ما نعرفوش أصلاً كاش دائر ما نعرفوش أنا ولد بيانا ما نعرفوش الجيران انتابتهم حالة من الذعر والخوف هذه كلنا سنوات فيها أختي سوام جهتها سوام جهتنا حنا هي رهيب طفلة ولدنا رانيب ثلاثة يخرجوا يلعبوا هنا هذا صغير هذا عنده شهر وثلاثة كواهكده رئيس المجلس الشعب البلدي تأسف للحادث ووعد بحل المشكل قريباً الحي هذا 8 يامايا 45 الأفريكان قادرين يعني سابقاً هو حي اللي فيها بعض السكانات اللي فوق السطوح ومحصيين منذ يعني أني قلت لكم 2007 عرام عندهم درك حوالي 6 سنين 8 سنين من اللي تحصاوا هذا بغض 10 سنين من اللي تحصاوا وبغض النصر على النظر باللي هما كانوا مبنين مقبل هذه العملية في وقت يحتفل فيه العالم بعيد الطفولة كانت يوميات عائلة الطفل الإبراهيم مختلفة تماماً بعد أن ضاعت حياته وبأي شكل